نخضى من كوادر اليمن العنية والفكرية والثقافية كانت تقف تلك الأيام قبل أن يتدارك العرب الخطر الذي كان يحدق بفلسطين وهو حاضر لدى اليمنين كإنسان يمني قبل الطوفان أو قبل ثورة يمنية كيف كانت تتعامل مع فلسطين نحن العرب بشكل عام كفضية أساسية وفضية محورية أنها فلسطين ولكن دائما القرب من القضية بيخليها أكثر فضورا اليمن جغرافيا بعيدة ولكن المواطن اليمني كإنسان يمني كيف كان يتعامل مع فلسطين كقضية كاسم كبلد لا أقول لك أنه قضية دينية أنا باعتقادي القضية الفلسطينية بالنسبة لليمنين هي أقرب ربما لهم من كل العرب هي لن تتحقق في هذا السياق المقولة الصوفية التي تقول في قرب حقاب وبالتالي كلما اقترب العرب من الكغرافيا الفلسطينية كلما كانوا أكثر بعدا عن نصوة هذا القضية أو المفعال والتفاعل معها عكسا لحالة اليمنية والقضية الفلسطينية حاضرة في اليمن تقريبا من قبل نكبة 48 بكثير إذا ما قلت لك أنه يعني كان أول تشكل لمقاطعة اليهود اقتصادياً واجتماعياً كان في اليمن في عام 1929 الله في عام 1929 وذكر ذلك المفكر والأديب والصحفي المزعيم العربي الكبير محمد علي الطاهر وفلسطيني بالمناسبة محمد علي الطاهرة ذكر من أبر الزعماء الحركة الوطنية العربية والإسلامية في ثلاثينات وعشرينات واربعينات القرن الماضي وكان يصدر صحيفة الشورة من القاهرة وذكر ذلك في صحيفة الشورة في تاريف 5-2-1929 في خبر مقتضب في صحيفة الشورة يتحدث فيها على أن هناك مقاطعة في مدينة عدن لليهود التقار اليهود الذين يساندون ويدعمون الحركة الصحيفية هناك أوج تشكل الحركة والدعوة للجرى اليهود أثناء التحضير لعملية الهجرة وعملية الحرب في فلسطين قبل لكبت ثماني واربعين فتخيل أنت هذه أول مقاطعة اقتصادية ربما في تاريخ القضية الفلسطينية قبل الفلسطينية نفسهم تتحدث عن عام 1929 الفكرة يعني كيف وصلت فلسفة المقاطعة لليهود أي فلسفة المقاطعة اليهود أنه كان هناك اليهود الذين كانوا في عدن طبعا معظمهم كانوا يهود يمنيين ونصول يمنيين لكن أيضا كان موجود في عدن في تلك الفترة كانت عدن تحت الاحتلال البريطاني وكان هناك يهود قادمين من أوروبا من أمريكا من أفتلف نحن العالم باعتبار أن عدن كانت في تلك الأيام توثري كما يستسمى في الأدبيات الكولنبيانية الاستعمارية درورة التاج للبريطان عروب فكانت عدن هي نقطة تحول بين الشرق نقطة قسر الالتقاء بين الشرق والغرب والشمال والذنوب كانت كتلة من النشاط الفكري والتقاري والاقتصادي والاستعماري أيضا فكانت عدن نقطة للبراطولية البريطانية باتجاه الشرق والغرب عدها الموقع الاستراتيجي نعم بحكم الموقع الاستراتيجي ففي تلك الأثناء كانت تتشكل طبعا لعب في هذا السياق علي محمد علي الطائر صاحب صحيفة الشرق الشورى التي كان يقال حينها يعني شيئا لا تغرب عنهم الشمس بريطانيا الامبراطولية العثمانية البريطانية وصحيفة الشورى صحيفة الشورى كانت تنتشر في كل أرقاء العالم العربي كانت تباع كان محمد علي الطاهر نار على علم شار وكان هناك تواصل من قبل النخبة اليمنية وكانت أيضا القضية اليمنية تحضر أيضا في أدبياتنا صحيفة الشورى وكان هناك بعض اليمنين الذين كانوا على علاقة بمحمد علي الطاهر أيضا وكانت المهاجر اليمنية طبعا اليمنين يمتازون بالهجرة ويمتازون أنهم كثيري الأسبار والترحال فهم من أوائل الذين هاجروا مثلا إلى شرق أفريقيا وإلى قنوب شرق أسيا إلى أمريكا إلى بريطانيا إلى كاردف إلى ماتشيجين في الولايات المتحدة الأمريكية في العشرينات تتسعينات باعتبار أنه كان اليمنين يهربون من الوضع السياسي الداخلي سواء تحت حكم الإمامة الزيدية في شمال اليمن أو تحت حتى السعمار البريطاني والسلاطين التابعة حتى في سرق أسيا يعني بيقولوا لك أنه فيه كان قديما غزو حضرمي والكثير من الأصوات الحضرمية الحضرم هؤلاء وهم نخبة الوجتمع اليمني تقاريا وعلميا أيضا حتى المقافة اليمنية منتشرة نعم بالضبط هؤلاء هم الذين نشروا الإسلام في شرق أسيا يعني شرق أفريقيا وشرق أسيا هؤلاء لم تصل إليهم فيول المسلمين فتحا إنما وصلت إليهم قلوب الحضرم وألسنتهم الطيبة فنشروا الإسلام في أندونوسيا، ماليزيا، بروناي يعني هذه المناطق كلها دخلها الإسلام عن طريق التبقار الحضرم ومن باب أولى أن يكون لقبلة المسلمين الأولى حضور في اليوم نعم فكانت تخيل في تلك الأثناء في بوادر هو أزيدك من الشعر بيت أن القضية الفلسطينية حاضرة إلى هذه الدرجة أيضا لدرجة أن أول جمعية لإغاثة من كوبي فلسطين تأسست في اليمن في عام 1939 المقاطعة كانت في 29 وقمعية إغاثة من كوبي فلسطين في 9 30 قبل نكبة 6 قبل نكبة مايو أو 48 يعني قبل في عشر سنوات عشر سنوات، نعم لأنه كان هناك حرب في فلسطين ثورة الفلسطينية مرضى في 35 ثورة القسام وإذا ذلك فكانت تقمع تبرعات من ماليزيا، من أندونوسيا من كينيا، من الصومال، من أثيوبيا هذه التبرعات تقمع من قبل التجمعات اليمنية وتدفع ترسل بإسم صحيفة الشورى إلى القائرة إلى محمد عني الطاهر، هذا الزعيم الفلسطيني فتخيل أنت حضور القضية الفلسطينية وهذا الامتداد الكبير لها في القومة ممتعلق بالنكبة أبدا لا، ما قبل، أنا أحدثت عن قبل النكبة مئة سنة يعني بمئة سنة فلسطين حاضرة، أنا لا أتحدث عن التاريخ القديم لأن هناك أيضاً قبائل يمنية هاجرت إلى فلسطين قبائل كثيرة هاجرت مع الفتح الإسلامي ومع الانتشار العربي في الشام طبعاً، وصول يغانيين إلى الشام بالضبط، نعم فأنا أتحدث عن فترة اعتمالات الصهيونية العالمية والاحتلال، والاحتلال البريطاني على امتداد القرن العشرين ما أحدثك فكيف تفاعلت وتفاعل اليمنيين مع هذه القضية كان شيء لافت في هذا السياق لدرجة أن أردت لك أن تشكلت هذه قمية إغاثة من كوبي فلسطين في 1939 وكان على رأسها يعني كل من محمد علي القفري وسالم الصافي ومحمد علي القمان المفكر يمن الشهير وأيضاً كان على رأسهم محمد سالم البحاني العالم اليمن الشهير يعني نخضى من كوادر اليمن العنية والفكرية والثقافية كانت تقف تلك الأيام قبل أن يتدارك العرب الخطر الذي كان يحدق بفلسطين وهو حاضر لدى اليمنيين أيضاً من الطرائف أيضاً أنه في عام التسامة 1947 حصل مذبحة لليهود في عدن ومذبحة شهيرة طبعاً بغض النظر عن ملابسة المذبحة قتل أكثر من 82 يهودي في هذه المذبحة والمذبحة طبعاً كانت من صنع المخابرات البريطانية أرادت من خلال هذه المذبحة أن تدفع اليهود اليمنيين للتفكير بالهجراء إلى فلسطين في عام التسامة 1947 قامت مجزرة قبل حداث 48 في فلسطين وقتل على إثرها يهود وحرقت معابج لليهود وكل هذا كان بفعل المخابرات البريطانية التي تريد أن تدفع اليهود اليمنيين اللي يغادروا إلى فلسطين طبعاً هذا الحضور الكبير القضية الفلسطينية أيضاً تقل في أكثر من موقف يعني مثلاً يعني من لا يذكر مثلاً البطل والشهيد القائد البطل اليمني الشهير عمر غيلان الشرقبي عمر غيلان الشرقبي هذا كان من أبطال حرب 73 وعلى فكرة درس في سوريا وتخرج من كلية الطيران في سوريا في حلب تخرج في عام التسامة وشارك في حرب أكتوبر 73 على الجبهة السورية على الجبهة السورية وكان قائد طيران استطاع من خلال هذه الطائرة أن يقصف يسقط طائرتين وثلاث طائرات إسرائيلية ويقصف معسكرات بحيرة الطبرية ويحقق مجزرة للمعسكر الهود الذي كان في بحيرة الطبرية واستشهد طبعاً بعد ذلك سقط الطائرة واستشهد هي بطن عمر غيلان الشرقبي هذا كان واحد من أبطال الحرب بكتوبر ويحضر برمزيته اليمني هذا دليل على حضور القضية اليمنية طبعاً محمد عمر الشرقبي أيضاً هو من مواليد عدن ومن خريقي مدارس عدن يعني العدن التي تشكلت فيها البوادر الأولى لحركة الوطنية الفلسطينية ربما قبل ما تكون حاضرة في المجتمع الفلسطيني نفسه بهذا الزخم وبهذا الواعي الكبير فيما يتعلق بكيفية مواجهة المشروع عن البريطاني ومشروع عن دستور ماريو الصهي يوني في تمسطين وبالتالي القضية الفلسطينية حاضرة حضوراً كبيراً لدى المواطن اليمني ولدى الشعب اليمني بعمومة بأختلف توجهاته ومذاهبه يعني حتى المرحدين والعلمانيين واليسارين وكل المشارب للإلتقاءات السياسية اليمنية قضية فلسطين ثابت من ثوابتهم السياسية بصراحة كنت أنا عن فكر أعد مقدمة للحلقة ولكن لن أجد أفضل مناكدة مقدمة بصراحة معلومات جديدة سباقة إذن اليمن في هذا الموضوع اليوم يعني معناه الأستاذ الباحث والكاتب اليمني الكبير نبيل بكيري أهلاً بك في بودكاست طوفان في موسمي الثاني الأحداث كبيرة جداً في ساحة الطوفان طوفان الأقصى امتدت إلى جبهات كثيرة متعددة ربما البعض لا يقتنع بما يقال وحدة الساحات محور المقاومة إلى ما هناك ولكن الطوفان يفرض نفسه حتى وصل إلى اليمن يعني آخر ما يمكن أن نتحدث عنه أن نبدأ من الختام أو نبدأ من الآخر هو الغارات الإسرائيلية على ميناء الحديدة لو يشرح الواقع تدفل أنا بصراحة أنتم اليمنين تستطيعون إصلاح المصطلحات ربما يعني هناك بعض اليمنين لا يعتبر ما يقصر هو لله أو لفلسطين بعضهم يرى أن هذا واجب تكاتف بين جميع أطياف الشعب اليمني ومن أجل فلسطين أن نشرح اليوم الحالة اليمنية وحضورها في الطوفان ربما من الصعب ولكن أنتم أهل هذا التشريح التدخل هل تعتبروا تدخل يمني أم تدخل توث في الطوفان شوف أنا لو ظليت ممكن أن أتحدث عشر ساعات فيما يتعلق بالوضور التضيير الفلسطينية في الواعي والدهنية والمفسية اليمنية لا أستطيع أن أخذ من هذا السياق لأنه تاريخ المتداخل لنا درجة كبيرة نعم ويعني لا تنسى أنه يعني كتائب يمنية شاركت في حرب 82 شاركوا أيضا في كتائب يمنية شاركت في حرب 48 في 67 يعني اليمنين قوز من هذه المعركة وهناك شهداء بالعشرات اللي لم يكن في المئات من المقاتلين فهداء اليمنين في الحرب العربية الإسرائيلية التي بعد ذلك سميت بالحرب الفلسطينية الإسرائيلية ما يقري اليوم أنا بأعتقادي أيضا هو لا ينفصل عن السردية التاريخية للصراع العربية الإسرائيلية والحضور اليمني والتمضع اليمني في قلب هذا الصراع العربية المتغير الوحيد اليوم وهو متغير أنا بأعتقادي تفرضه اللحظة السياسية اليوم تفرضه تداعيات ما بعد الربيع العربي وهو فشل ثورات الربيع العربي أو إسقاط هذه الثورات وقني إيران ومشروع إيران في المنطقة العربية لهذه الثمارة الكبيرة لا شك يعني من أسف وغياب المشروع العربي الوطني يعني يوم العرب هناك فراغ كبير فراغ السنقية السياسي كبير ومخيف في الحالة العربية بعد تراجع مصر انهيان سوريا سقوط العراق تشضي السودان تشضي اليمن اليوم ليبيا يعني الدول الوازنة العربية اليوم يعني كتداعيات للربيع العربي ومآلتها في الصراع غابت في المشهد السياسي العربي وبالتالي تمدد النفوذ الإيراني في المنطقة القضية الفلسطينية أيضاً هي جزء من هذا الوافع العربي بيتؤثر وتتأثر بالواقع اليوم إيران حاضرة بقوة في هذا المشهد استطاعت أن تملئ هذا الفراغات من خلال الميليشيات التي صناعتها في العراق في سوريا في اليمن في إيضنان ولم يكن أمام القضية الفلسطينية أو دعني أقول الحركة الوطنية الفلسطينية المتلة اليوم مثلاً بحركة المقاومة الإسلامية حماس أو حتى حركة القياد إلا أن تكون في صف هذا الانخراط فيما يتعلق بالاستفادة من الحضور الإيراني والزخم الإيراني في المنطقة وبالتالي أستطاع أن يتكيفوا وأن يتماهوا مع هذا المشهور باعتبار أن المشهور اليوم الذي يحمل كانت هذه اللافتة صواباً أو كذباً أو صدقاً بالنخير هي لافتة مرفوعة لمقاتلة إسرائيل وترفعها إيران على امتداد عقدين من الزمن وبالتالي اليوم ما يحصل في اليمن طبعاً من المفارقات الغريبة أن هذه الضربات الإسرائيلية هي ليست الأولى في تاريخ الصراع العربي لإسرائيل قام الطيران الإسرائيلي في عام 1964-1964-65 بقصف اليمن ساهمت لأول مرة يعني هذه ليست المرة ولا تسبب الطيران الإسرائيلي في تلك المرحلة كان هناك حرب في اليمن الشمالي بين النظام الملكي بين الثواري الجمهوريين وبقايا النظام الملكي النظام الإمامي الذي يمثلونه الحوثيون اليوم فالإمام آخر أئمة الدولة الزيدية الإمامية حينها يعني استنقض من إسرائيل فدعمته إيران عفوا الإسرائيل بالسلاح إيران طبعا هذه كلامة هنا كانت داعمة الإمام البدر في وقت الشاه في وقت الشاه نعم في وقت الشاه كان كل الدول يعني كانت كل الدول مصرطة في دعم نظام الإمام حميد البدر وشمد البدر هو كان بإيران عفوا المقاطعة ارتباط ليس ارتباطاً إديولوجياً مثل اليوم لا لم يكن حينها إديولوجياً بقدر ما كان مصلحياً لأنه كان نظام ملكي مشابه النظام الإيراني وملكي أيضاً كانت المملكة العربية السعودية تدعم نظام الملكي أيضاً كانت الدولة الوحيدة حينها المنخرطة في الصراع عن صالح المعسكر الجمهوري مصر عند الناصر فالإسرائيليون وقدوا فرصة ليواجه على الدناصر على أرض اليمن قامت قصفة معسكرات الجمهوريين في اليمن في منطقة صعد اليوم والتي هي تعتبر معقل الحوتيين فقصفت المعسكرات الجمهورية أيضاً رمت لهم بالأسلحة ورمت لهم أيضاً بالنذخائر وبالنغذية وبالأدوية والعلاقات أيضاً في تلك المرحلة وبالتالي يعني إسرائيل مرتبطة يعني يعني تاريخياً في مراحل الصراع عن اليمن مع التموضوعات الخاصة يعني إسرائيل كانت في تلك الحرب مع الإمامة اليوم بفعل النصراط الحوثي ضمن المشروع المحور الغيراني أصبح الحوثي اليوم في طرف فارقة تاريخي مثل السعودية كانت حينها ضد الصف القنوري اليوم مع الصف القنوري يعني هذا ما يسميها يعني هيكل بمكرى التاريخ يعني فبالتالي أو يسميها لينين تقريباً يسميها بغزال تاريخ أو مستح بهذا الشكل أن التاريخ يعود إلينا مرة ضاحكاً ومرة باكياً فهذه المفارقة اليوم التي تحصل يعني طبعاً في تلك الأثناء يعني حتى لوصف الصراع بشكل دقيق أنت تعرف أنت تعرف أن النظام الإمامي النظام حميد الذي اليوم يحاوزين يعتبرون تسوى مانتداد لهذا الصراع في حينها باع خمسين ألف يهودي يمني للوكالة اليهودية للعجرة الدولية الوكالة اليهودية التي جمعت اليهود من أشتاة العالم وذهبت مئن إلى إسرائيل فالإمام في الدخل في صفقة كبيرة واطلق عليها بصفقة بساطة الريح وبهذه الصفقة نقلوا ما يقارب خمسين أنف يمني على خطوط الطيران البريطانية تقريبا حينها في أكثر من ثلاثمائة وثمسين رحلة الطيران من مطار عدن إلى إسرائيل لم يكن هناك طرف ثالث في يعني كي لا يكون هناك يعني ماذا أقول حالة تهريبية ولا لا لكن كان الأمر يتم عن طريق تبقار يمني مثلا كما يقال أن يهود الفلاش السودانيين نقلوا إلى بلجيكا على أساس توطيناهم في بلجيكا من ثم أقضوا من بلجيكا إلى إسرائيل في الحالة اليمنية كانوا كانوا يمرون عن طريق هديس أبابا كانوا يسفرون إلى هديس أبابا وإن هديس أبابا هلاء إلى إسرائيل مباشرة وكان هناك وسيط تاجر يمني يسمى محمد علي القريطي هو اللي كان وسيط بين الوكالة اليهودية وبين الإمام يحيى حمد إذن الاتفاقية حصلت مع الإمام الاتفاقية حصلت مع الإمام ولو بشكل غير مباشر عن طريق القريطي هذا التاجر القريطي فأنت تتخيل مثلا بعد ذلك هذا كان متى في 49 وخمسين يعني هذه الطيران وتسفير أكثر من 50 ألف يهود يمني بين عامي 49 وخمسين في يعني بعدها بكام يعني في 64 و65 عندما قام الطيران الإسرائيلي بقصف كانوا المواقع القوات القمورية كان في منتصف الستينات يعني لا تزال في علاق وارتباضات بين النظام الإمامي والمشروع الصهيوني في فلسطين اليوم الذي يحصل هي من مفارقة التاريخ كما قلت أنه الذين كانوا امتداد اللي التواطم مع إنشاء المشروع الصهيوني في فلسطين اليوم يقدمون أنفسهم أنهم في الضد من المشروع الصهيوني وأنهم شعارهم الموكل لأمريكا الموكل لإسرائيل واللعنة على اليهود يعني هذا الشعار يعني في تاريخ الحركة الإمامية تاريخ القذور الإمامية للحركة الحوثية كان عكسه تماما كانوا على علاقة مع اليهود سفروا اليهود إلى إسرائيل شاركت إسرائيل معهم في الحاب ضد النظام ضد الثوار الجمهورين يعني اليوم المفارقة غريبة تماما من الحوثيين تموضعون معه يعني ضد المشروع الصهيوني لكن يوجد شيء مشترك والمصطحية السياسية بالتأكيد نحن نلاف الحديث عن المعنى حيانا السياسة هي بنت اللحظة يعني المصالح السياسية التي تحكم كثير من الحركات والجماعات والأفراد وبالتالي كانت مصلحتهم قد سابقا أن ينخرطوا ضمن المشروع الصهيوني اليوم المصلحتهم أن يكونوا ضد المشروع الصهيوني لأن اليوم أصبح المشروع الصهيوني بعكس المرحلة التاريخية المشروع الصهيوني في البداية كان مشروع يعني المرحب عالميا وكان هناك الإعلام صور أن هناك مظلومية يهودية هذه المظلومية تتمثل أن الأرض الفلسطينية عرضهم وأن هناك أرض إلى شعب وأن هذا الشعب هذه إلى أرض الشعب اليهودي أحق بها اليوم يعني ما أحدث طوفان الأقصى وسبعة أكتوبر وهو ناس في الكل السرديات التاريخية التي بنت عليها الحركة الصهيونية وبنى عليها الاستعمار البريطاء الغربي عموماً سردية النور يهود شعب وأن هذه الأرض هي لهم وأنها قدسة بنسبة اليهود النصف تبين من خلال الحسد الجماهير الكبير في السوارع الغربية كما قلت لك يعني ربما هو سقوط السرديات بالضبط نحن نشهد مرحلة سقوط السرديات الكولنيالية الاستعمارية إنه ما بنوا الاستعمار الغربي عموماً على امتداد العقود الماضية اليوم قاءت القضية الفلسطينية ما حدث في 7 أكتوبر نسف كثير من هذه السرديات أيضاً الفضاء اللوكتروني العام يعني عدم احتكار وسائل الإعلام هذا أيضاً واحد من الأسباب التي دفعت ليصال الحقيقة للعالم بعيداً عن الحقيقة المنمطة والصورة المنمطة للحقائق التاريخية والحقائق الثقافية والسياسية وبالتالي اليوم يعني تحول الكبير في المشهد العالمي يجعل كل من يقترب من القضية الفلسطينية يربح بالضرورة يربح سياسياً يربح أخلاقياً يربح من كل الاتجاهات وبالتالي اليوم الإيران يعني الورقة الرابحة في المشهوع الإيراني اليوم نظراً للصورة السيئة والسودا السوداوية للمشهوع الإيراني في المنطقة في العراق وسوريا لمن لبنان كل هذا المناطق صورة إيران سوداء تماماً ومكروها تماماً يعني استطاعت من خلال يعني أن تعاطي مع القضية الفلسطينية بذكاء وبحنكة بذكاء وبحنكة واستطعت أن تدير هذا الملف بشكل كبير وأن تقترب من القضية الفلسطينية لدرجة أنه يعني الفراغ العربي أوقد أن إيران هي الدولة الوحيدة الحاملة للقضية الفلسطينية مع أنه أيضاً في السرديات والأدبيات الفكرية والثقافية مثلاً للشيعة لا ناوقد للقدس لا ناوقد لنسمى القدس لديهم ولا يعترفون بشيء اسمه القدس أصلاً يعني عندما تأتي مثلاً أنت مثلاً تعود إلى ملازم حسين الحوثي المؤسس هذه الجماعة يقول في أحد ملازمه أنه يعني القدس هذا ليس شيء مقدساً وهذه البلاد العربية لن تتحرر إلا على يد قائد من آل البيت وهذا القائد سيكون هما هو أو أحد آخر يعني إلى هذه الدرجة هنا لا يمكن لأي أحد أن ينتصر على اليهود أن يكون من آل البيت يعني بحسب السردية المطاعمة لديهم في فكرة أهل البيت والإعلام من هذه الفكرة التي تقوم عليها الحركة الحوثية وبالتالي اليوم طوفان الأقصى طبعاً الحوثيون يعني ومن وراءهم إيران والفضراء الإيرانيين وأستطاعوا أن يتموضعوا في هذا الطعف وحققوا نجاح سياسي كبير جداً الحوثيين انطلقوا أيضاً من دوافع غير الدافع الإيرانيين طبعاً إيران لها دوافع كثيرة لكن الإيرانيين تموضعوا في إطار المحور هذا الحوثيين عفواً تموضعوا في هذا الإطار واستطاعوا أن يوظفوا قز من هذه السردية وقز من هذا الاشتغال اللي تقوم به إيران لصالح المشروع الحوثي في اليمن اليمنيون يحبون الفلسطيني لدرجة كبيرة جداً ويقدسون الكفاح والجهاد الفلسطيني ومن خريطون في هذا القهاد وهذا الكفاح على امتداد فترات التاريخ يعني يعني أنت لو تعلم أنه هناك جمعيات يعني طبعاً نحن وضعنا اقتصادي نتيجة للنظام الحاكم كان سيئ جداً يعني وبالتالي قامت الثورة بفعل سوء النظام وإدارة النظام السياسي السابق ومع ذلك رغم سوء النظام كان هناك جمعيات مثلاً جمعيات النقصة كان هناك أكثر من ألفين فرعة في كل مديرية يمنية ما فيش قرية يمنية لا فيها فرعة لجمعيات النقصة كانت تضخ ملايين الدولارات هذه الجمعيات لفلسطين بنت مدارس في غزة شبظة بنت مستشفيات بنت الكثير من المصالح الفلسطينية ودرسة الكثير من الفلسطينيين هذا نتحدث يعني إلى ما قبل 2011 لما قبل سقوط العاصمة الصنعاء في 2014 جمعية القدس أيضاً كانت حاضرة في فلسطين يعني كان لدينا كثير من الفلسطينيين عايشين في اليمن وكانهم مواطنين يمنيون يعني لا تستطيع أن تميز بين اليمني والفلسطين وهناك مواليد فلسطينيين كثيراً من الفلسطينيين يمنيين يعني ولدوا في اليمن واصبحوا يمنيين بحكم الولادة وحكم المعايشة والفقافة لا تنسى أيضاً عندما غادر الفلسطينيون بعد أحداث 82 في في بيروت يعني أكثر من 70-80 فيما الفلسطينيين غادروا إلى اليمن وعاشوا في اليمن يعني وكان هناك مخيم فتح في عدن وكان هناك معسكر صبرها في صنعة وكان لهم امتيازات وكانوا عدوا وانخرطوا أيضاً ضمن القيش اليمني في شمال اليمن كان لهم معسكرات وانخرطوا في تدريب القيش اليمني لأن المقامة الفلسطينية كانت على تههيل عالي وتدريب عالي جداً وأيضاً أسهموا أيضاً تطوير بنيت وصناعة القيش اليمني لأسلحة وصناعة الأسلحة في اليمن وكذا كان كله عن طريق المقاتلين الفلسطينيين جميل هذا السر التاريخي لو نعود إلى موضوع الحوثيين هل تعتبر أن ما حصل هو رقوب لموجة موجات طوفان؟ لا شك شوفنا قلت لك أن الحوثيين كان لهم هدفاً رئيسياً الهدف الأول هو البحث عن شرعية والهدف الثاني هو مخاطبة ودغدغة مشاعر يمنيين اليمني بالنسبة لفلسطين مخدسة كل من يقاتل مع فلسطين اليمني معه مهما كان هذا القاتل أو قاتل عوي وبتالي الحوثي لعب على هذه على هذه العاطفة واستطاع أنه يكسب يعني عواطف اليمنين ومشاعرهم باتقاء أنه يقاتل مع فلسطين والتالي يعني الحوثي أيضاً طبعاً على امتداد عشر سنوات ارتكب في اليمن مجازر وارتكب قراء يريد أن يغطي من حصار المدن إلى قتل إلى معارك يعني ارتكب أبشع ما يمكن أن يقان في كل وسائل والطرق وبالتالي هذه القرائم التي خيمت على دهان اليمنيين على امتداد عشر سنوات ولم يكن تخطر في بالهم أستطاع الحوثي أو أراد الحوثي من خلال القفز إلى الصفة المقاومة الفلسطينية وإلى المذخرات في المعركة في البحر الأحمر أن يقول لليمنين أن يوهم اليمنين أنه غوز من المعركة الفلسطينية الإسرائيلية وبالتالي يعني هو يريد من خلال ذلك أن يغسل قرائم في حق اليمنين ويريد من خلال ذلك أيضاً لأنه لأنه سمعة هذه الميليشيات لدى الشارع العربي سمعة غير قيدة غير طيبة يعني لا العراقيين ولا السوريين ولا اللبنانيين ولا حتى المصريين ولا غيرهم يحمل يعني يعني بذور احترام أو حب أو مشاعر طيبة تقا الميليشيات الشيعية التي دمرت وخربت وعاثت فساداً في العراق والسوريا واللبنان وبالتالي هو من خلال هذا العمل ومن خلال هذه العملية أراد أن يضرب حصورين بحقير هو الانخراض ضمن المشروع الإيراني وتقديم إيران للجماعة على أنها جوز من المعاركة وأنها أصبحت تمتلك ذراعاً قوياً على باب المندب وعلى سواحن المحيطة العندي وقزر السقطرة والبحر الأحمر والقانب الآخر هو كما قلت لك إرادة الحوثيين غسيل جراهيمين في حق الشعب اليمني من خلال الظهور همهم يقاتلون إلى جانب المقاومة الفلسطينية في بزة طيب هل نقدر نعتبر أنه اليوم طبعاً المعركة معركة طوفان أخصى معركة حق لاشات دائماً بالصراع العربي الإسرائيلي ولكن نقدر نقول أن الحوثي اليوم حض وضع اليمن بيؤتون حرب ما له فيها خاصة أنه كانت الحرب مع السعودية توقفت في الهدنة اليوم عدة أطراف تضرب باليمن الحوثي طبعاً من خلال هذه العملية هو لا ي طبعاً لا يتصرف عبطن ولا يغامر في هذه المعركة هو يعرف قواعد اشتباك واضحة بالنسبة نهود فانخراطه في هذه المعركة هو ليس انخراط مفرد يعني هو يتكع على يعني محور التكامل يمتلك من الإمكانيات والسلاح الكثير محور الذي يمتد للحجز الشيعي في العراق يمتد إلى حزب الله في لبنان يمتد إلى الفصائل الزينبيون وفاطميون وهذه المسميات المذريبة والعجيبة في سوريا وشام من حرص الثوري الإيراني في لق القدس كثير من الفصائل التي تمتد أو ما تسمى بين هلال الشيعي التي تحدث عنه الملك عبد الله في 2004 وبالتالي هذا الإنخراط اليوم الحوثي يشكل يعني امتداد لهذا العلال من القانب القنوبي للجزيرة العراضية وبالتالي اليوم طبعا الحوثي استفاد استفاد كبيرة من الخلل الموجود في المنظومة الخليقية منجمة الاستراتيجية الخليجية الخليقون أرادوا من خلال الحرب اليمن ليست الطبع الحوثي الخليقون توهموا إنه من خلال الحرب اليمن أنهم سيقضوا على ثورة 11 فبراير كما قضوا على هذه الثورة في مصر الثورة الترفضية العربي في ليبيا في سوريا فحاولوا أن ينحقوا اليمن في هذه الدولة وكانوا يعتقدوا أنهم سيتم بالحوثي كبديل مؤقت بعد ذلك تخلصوا من الحوثي وعيدوا النظام علي عبدالله صالح لا يتوهمون أن هناك اشتغال إيراني يمتد إلى عام 1986 في اليمن من بعد الثورة الإيرانية من 1986 وإيران تشتغل في اليمن تشييع وتدريب وتعييل وتعطير لكوادرها ولبناء منظومة عقائدية بهذا الطريقة بهذا الشكل الذي رأيناه اليوم في جماعة العوثي فتخيل من صداقة ربما لا أستطيع أن نوصفها بالصداقة بقدرنا من نوع من الانتحار أنهم انخرطوا في بداية القضاء على ثورة 11 فبراير في اليمن نمكنوا جماعة الحوثي دعمهم بالمال والسلاح مال والسلاح خليقي في عام 2014 وعمال مهولة ليدفعوا الحوثي وحيدوا علي عبدالله صالح ليدفعوا الحوثي لاقتحام العاصمة صنعاء والسيطرة والسقاط الإيمان بتلك الطريقة التي رأيناها الحوثي مضى في المشروع استفاد من المال استفاد من الفراغ السياسي الموجود من خيانة النظام علي عبدالله صالح أو ما تبقى من النظام علي عبدالله صالح في الدولة وتوغل في كل هذا الفراغ وستطاع أن يقلب على اليمن ويسقط الدولة اليمنية بتلك السؤولة بعد ذلك أرادوا أن يعيدوا أن يقفوا في حدود صنعاء مضى المشروع إلى حيث أمرت إيران توقع الحوثي شمى قنوبا حتى وصل إلى سواحي العدن الذي كانت بالنسبة لهم حط أحمر بالنسبة للسعودين فتورطت السعودية وأدركت أنها أخطاط خطأ استراتيجي فأنشأت ما يسمى بالتحالف العربي التحالف العربي أيضا الذي لم يقم باستراتيجية واضحة بقدر ما كان نوع من إيقاف الحوثي عند حدود معين من القوة لكن للأسف الذي تم السياسات السعودية التي تمت عملت على انتداد العشر السنوات الماضية أضعفات الشرعية اليمنية لم تمكن الشرعية اليمنية من سعادة مؤسسات الدولة كونت فصائل وميليشيات تحت مسمع ومسميات كثيرة خارج سيطرة مؤسسات الدولة الشرعية اليمنية كل هذه السياسات الكارثية أدت إلى تقوية الحوثي وضعف الشرعية اليمنية اليوم الحوثي يرى أن النتيقة هذه النتيقة التدخل للتحالف العربي كانت لصارعه 200% وبالتالي هو الطعف الأقوى اليوم بالساحة أستفاد أنه خصومه وضعفه وتم تهميشهم وضربهم من قبل الحلفاء وهم المملكة والإمارات أستفاد إيران انخراط إيراني كبير في هذه الحرب أستفاد في تطوير بنية العسكرية وتطوير صواريخ ومسايرات من قبل خبراء وكوادر وضباط إيرانيين وآراقيين في هذا السياق ومن خلال خبراته حزب الله طور الحوثي نفسه بشكل كبير وأيضا وقد نفسه أنه هو الطرف الأقوى في المعادلة استطاع من خلال حجز الشعبي ومن خلال الحرس التوري أن يضربوا بقيق في أرامكو وأن يضربوا هذه الشركة الأول مرة في تاريخ هذه الشركة تضرب بتلك الطريقة وبحسب الخبراء أن الضربة لم تأتي من اليمن عندما أعتت من إيران استطعت أن يسلب منظومة الأمن الاستراتيجي من خليق أصبحت صور الخليق النهضة الكرتونية هذه اليوم وهدد بالمسيرات الأمن الاستراتيجي من خليق اليوم مكشوف فحينما صحل الخليقيون وقدوا أنفسهم أن الحرب التي خاضوا في اليمن أدى إلى نتائج عكسياً كيف يفعلون؟ ذعبوا إلى إيران مباشرةً يحاولون أو يعتقدون أو يتواهمون أنه من خلال الاتفاق مع إيران أنه ستستطيع أن تمسك الحوثي أو تمسك حزب الله أو الحجز الشعبي عن المقربة كذلك الحوثي بعد تجميع هذه المكتسبات على مدار السنوات يعزز هذه المكتسبات بدرة المكتسبات وإيها الدخول في القضية الفلسطينية ربما للتغطية أو لمسحة الحالة أنا قلت لك منذ البداية أن الحوثي سعى منذ البداية بذكاء شديد لمخاطبة اليمنيين والكس فواطفهم ومشاعرهم وحبهم القضية الفلسطينية واستفد أيضا من أساب الشارع العربي الشارع العربي الذي ليس بيده شيء لنصرة القضية الفلسطينية وبالتالي من يرمي حقرا إلى جانب المقامة الفلسطينية فهو بطل فكيف من يرمي صاروخا أو طائرة مسيرة حتى ولو كانت في العواء ومن هذا البعد الزغرافي ومن هذا البعد الزغرافي الكبير أيضا وبالتالي أيضا السؤال الذي يقبل أن يسأل نفسه أو يطرح في هذا السياق لماذا أن حوثي على بعد 2000 كيلو 2020 كيلو يتبرع بإطلاق صاروخ أو مسيرة إلى فلسطين لماذا مثلا على بعد أمطار في قنوب الضاحية القنوبية في لبنان أو من القولان السوري المحتن والمليئ بالميليشيات أيضا من العراق على بعد 400 أو 500 كيلو من الأنبار لماذا لا تطلق هذه المسيرات والقوادف ستكون أكثر إصابة وأكثر تحققا لماذا على بعد 1500 كيلو هناك كثير من الأسئلة الاستفهامية بهذه الحالة التي يقال لها وفدة الساحات ومحور المقاومة ولكن أريد أسأل فعلا هل الحوثي يفكر من خلال هذه الضربات بفرض نفسي على مفاوضات معينة إن كانت بخصوص طوفان أو إن كانت ربما لاحقا مع الدول الخليج أو ربما أمريكا وبريطانيا وما يضرب اليمن اليوم والدول التي شكلت تحالف حرص الإزديار أنا أكمل لك الفكرة السابقة حق السؤال لماذا الحوثي على هذا البعد يحرص على أن يطلق هذه الطائرات على افتراض أنه مو الذي أطلقها لأن الطائرات بالأخير هي تصنيع إيراني وتوزع بالتساوي على الظاهر القنوبية وعلى تصائل في سوريا وعلى الحجز الشعبي في العراف وظنهم وضلطرها وهو إيران لكن الحوثي يحرص من خلال هذه المغامرة إلى شيء جوغر ومركزي لتعرف أن الحوثي بلا شرعية دولية بينما الحجز الشعبي في العراق له شرعية دولية وفي انتخابات ومدخل حكومة وقوز من الدولة المعترفة عالميا أيضا نظام بشار بكل الميليشيات التي تحته نظام معترفه في بعض الدول العالم لبنان قوز من الدولة اللبنانية المعترفة فيها دولية الحوثي هو الميليشي الوحيد الذي لم يستطع أن يحصل على الاعتراف الدولي وبالتالي يغامر من خلال هذا البعد القيوستراتيجي والبغرافي والسياسي لكي يتم احتسابه كطرف فاعل وقوي على أطراب نقطة مهمة جدا نعم بالضبط المسألة ليست فقط محبا في القدس وفلسطين ونصرة الغزة بعد وقوي بعد داخلي نحن لا نستطيع أن ننكر أن لهم بعد وطني وعروبي وقومي وديني لا تستطيع أن تدخل في قلوب الناس لكن نحن نحكم على نحن كسياسيين وكمحليين نحكم على ظواهر الأمور التي ترى لنا ونحننا وندركها فهذا البعد موجود البعد العربي القومي بابتبارا موجوز من الشعب اليمني نديرا في القضية الفلسطينية قضية مقدسة ودينية وعفائدية البعد الآخر والبعد السياسي والبعد السياسي الذي لا يريد البعض أو يتعامل بعض وخاصة من الأخوة الفلسطينيين يتعامون ويتماهون مع هذا البعد وكنهم الفلسطينيين مثل أن يقول أن يكون في المثل العربي عندنا باللهكة اليمنية المتضيح يفرح بقشر يعني أنه الغريق يتمسك بقشر فالفلسطينيين يقول لك أنا لا أدخل في النوايا وأنه هذا محسوب عن المحور فإن بالأخير نحن كل من يقف معنا فهو معنا بغض النظر عن العداف كل من يضرب إسرائيل وهذا من حق الفلسطيني ومن حقنا أيضا نحن لا نستطيع أن نزايد على أحد في هذا السياق لكن البعد الحقيقي الذي لا يغبه هو هذا البعد أن الحوثي يريد من خلال ذلك أن يغسل قرائمه في الداخل اليمني وأن يبحث عن شرعية دولية لا اعتراف به وهذا قوز كما قلت أنت فيما يتعلق بمسألة المفاوضات اليوم الذي يتم الاشتغال عليها هناك مفاوضات تتم ومنخرط في هذه المفاوضات الأمريكان السعودية والعمانيين وتتم هذه المفاوضات وفقا للأبعاد الجيش السياسية المتشكلة مع طوفان لقصة هناك بعاد جديدة في المجتمع الدولي في الحالة العربية أصبحت القضية الفلسطينية قضية قوهرية ومركزية لها حدية خطاعة كل الأطراف التي استفادت من الزخم زخم طوفان لقصة تستفيد سياسيا وسيكون لها عواهد ومن ضمن هذه الأطوفة وجماعة الحوثي لا شك إيران لا شك إيران تحصل في متائج كبيرة اليوم باعتبار أنه لا يمكن الذهاب بحلول قضايا قضية الفلسطينية بدون أن تكون إيران موجودة على كرسي المفاوضات وعلى طولة بسطة أنها داعم داعم ربما حاليا لا بحث صحيح كنظام سياسي هو البحث تعادل العربي فإيران تشتغل في هذا الفراغ والحوثي يشتغل في هذا الفراغ وبالتالي كلهما رابحان سياسيا لكن ما ينقب علينا أيضا أن ننتبه له أن ما يقدمانه إيران والحوثي ليست شك على بيان لديهم أهداف هذه الأهداف بالضرورة ليست في صحيح لأن هذه الأهداف تقوم على فكرة تفتيت الدولة الوطنية العربية ما يتم في اليمن هو تفتيت للدولة اليمنية تفتيت للوحدة اليمنية ما يتم في العراق نفس الحكاية اليوم ما يتم فيه ضرب إسرائيل يساين في زيادة تفتيت الدولة اليمنية لا أنا لا أقول بهذا بهذا السياق أنا أقول أنه هذه الميليشيات اليوم التي تركب على القضية الفلسطينية بغض النظر عن الأهداف التي ترفعها والشعارات لكن لها أهداف أخرى مثلا في اليمن اليوم الحوثي ماذا يريد من اليمن؟ أنت تعرف اليمن اليوم أنها مقسمة إلى شيء في دولتين وفصلتين كماما هناك عملة في الشمال و هناك عملة في القنون هناك يعني تخيل الآن أنت إذا تريد تزير يمن يعني مثلا إذا تريد أنت أقلبي تريد تزير يمن ضروري ما تعمل فيزا من حدا أن تعمل فيزا مصنعة الله إلى هذه الدرجة تعرف أنه فارق الصرف فارق العملة يعني مهول بين العملة في المناطق التي سيطر عليها الحوثي و المناطق التي سيطر عليها الشرعية هناك مناهج دراسية في الشمال غير المناهج الدراسية في المناطق المحررة للمناطق الجنوبية يعني نحن أمام نظامين مختلفين تماما جدا وهذا النظامين المختلفين جدا تجمعهم فلسطين والجميع مع فلسطين وعمل ومع من يقاتل في صف المقام الفلسطيني لكن ما أريد قوله أيضا أن هذا كله في صالح يعني يمضي عكسيا لتفتيت الدولة اليمنية وملشنة الحالة اليمنية مثل ما هو الحال في كل الدول التي تقل في هذه المنشة هل ربما يعني إذا هو كما يحصل يعني التدادات الإسرائيلية واضحة لليمن إذا زادت ضربات نزيد ضربات والضربات كما رأيناها في مناء الفديدة كبيرة جبهوا لها معولة وفعلا ربما يعني مربما أكيد هي تؤثر على الاقتصاد اليمن اليوم يعني هل ربما يرتدع الحوثي من هجمات الفديدة أو ربما الطرف الإسرائيلي يرتدع عن ضرب اليمن لكي لا تحصل أيضا ضربات موجهة أخرى كالتي حصلت من قبل الحوثي على الإسرائيل نشوف بالنسبة للحوثيين طبعا الحوثيون هم يحكمون مناطق ما يقارب 30% من يكورا في جميع بما فيها العاصمة السنة وعلى امتداد 9 سنوات من سيطرتهم على العاصمة السنة أوقفوا كل مؤسسات الدولة لا تصرف رواتد ولا تصرف ولا تقوم بأي خدمات كهرباء ولا ما كل ما هناك المؤسسات الإرادية مثل الاتصالات مثل الطيران مثل الخدمات هذه فقط تورد أموال مهولة إلى صناديق هذه الجماعة ولا تصرف شيء من رواتد ولا تخيل أنت لولا المنظمات الدولية لولا المؤمن المتحدة التي تدعم المستشفيات وتدعم المدارس وتدعم الجامعات والكهرباء وتدعم المدارس يعني أحيانا تقيب بعض الرواتب يعني بعض الأشهر وبعض المعونات للخدمات الصحية والفعالينية لا توقفت المدارس وتوقفت المستشفى في أمم المتحدة والمنظمات الدولية هم الأطراف التي تعمل على تشغيل كل الخدمات الصحية في اليمن فتخيل جماعة تحكم وتدير مبالغ مهولة من الأموال والإرادة ولا تصرف رواتد تخيل تسع سنوات وثمان سنوات ومع اسم لا رواتد في المناطق التي نسكر عنها مع تكوثي وبالتالي أن حوثي ليس عنده مشكلة قصف مينان حديدة قصف ميناء مطار صنعة مطار الحديدة ما عنده مشكلة لأنه بالأخير يزيد من رصيده أماما أيو بالضبط هو الآن يبحث قلت نحن نقاتل إسرائيل إسرائيل تقصفنا وأي واحد يرفع صوته يطالب برواتب أو يطالب بخدمات أو يطالب بشيء هذا عميل واصدرت فتاوي بهذا فتاوها حوثية واصدرت بأنه كل من يطالب براتبه فهو عميل مباشر تم لدينا على إسرائيل بالضبط لا صوت يعلو فوق صوتنا البعاركة وهذا على امتداد الفترة الماضية أما الآن وقد تورطت إسرائيل وضربت وقصفت عن أراضي اليمنية فلا أحد يستطيع أن يفق فمو في هذه مسألة وبالتالي الحوثي مستفيد يعني إن قامت إسرائيل وضربها مرة أخرى رجل خارج زعيم الجماعة عبد الملكي الحديد يقول نحن سعداء جدا سعداء جدا أن أصبحنا هدفا لإسرائيل يعني يقصد أنهم يعني يحقق الهدف بمعنى آخر أنه الشعار الذي كان يرفعونه الموت لأمريكا الموت لإسرائيل هذا الشعار اليوم وهنظلوا طويلا يبحثون عن أي تطبيق لهذا الشعار اليوم تطبيق الشعار قال لهم من خلال هذه المسيرات ومن خلال الضربات الإسرائيلية وبالتالي هم اليوم يعتقدون أنهم حققوا مجاز كبيرا هذا الإنجاز ينعكس سوءا على حالة المواطن اليمن المواطن اليمن الذي خربت ودمرت موانئا حديدة ويعني خزانات النفط والغاز وصوامع الغلال وصوامع الغذاء في هذا الميناء الوحيد يعني المواطن الذي لا يجد دواء ولا قوتا ولا راتبا كله ستكون هو ضحية لهذه الحرب أما الشوزي لا يهتم في هذه المشكلة في هذه المعزق لأنه لا يقدم خدمات وليس هناك أحد يستطيع أن يفتح فما هو ليطالب الحوثي بشيء وبالتالي ليس عليه شيء يعني هو يحكم يتحكم ولا يحكم أو ليس عليه أي مسؤولية وبالتالي قامت حرب قصفت مناطق ولم تقصف ما عنده مشكلة الحوثي في استراتيجية وذينية هذه الجماعة نحن في حرب دائما وهذه الجماعة أيضا لا يمكن أن تبقى بلا حرب لأن جماعة نبتت من الحرب منذ عام هي أنشئت في الستينات في بداية التسعينات واستمرت أعلن عنها وعرفة الناس في بداية حرب عام 2004 في ديسمبر 2004 الحرب الأولى أول حرب بدأ الناس يعرفوا فكرة من أول حوثي وقماعة الحوثي وهذه المسميات بدأت تترسخ لأنه قامت حرب أو قادة تمرض ضد قوات الحكومية في محافظة الصعدة فاستمرت بعد ذلك حروب الحرب الأولى والثانية والثالثة أيضا حرب السابعة إلى حرب إسقاط العاصمة والسنعة في ستمبر 2014 ربما نختم بسؤال دائما يعني اليمن اليوم إلى أين؟ الطوفان في ارتدادات معركة الطوفان في فلسطين وإلى غير ذلك يعني هناك تكلمت عن مقتصبات لجماعة الفوثي ليس هناك مقتصبات اليمن كما نرى مقتصبات الجماعة مقتصبات للجماعة اليوم اليمن اليوم إلى أين؟ مجتمعاً واجغرافيا وربما على الصارطة الدولية إن كان بجماعة الفوثي أو إن كان باليمن شوف نحن قوز من المشهد العربي وطوفان الأقصى أثر بشكل كبير في المنف في اليمن ونحن نتأثر ونؤثر ونتأثر بما يقري في هذا المنف وبالتالي أنا باعتقاد أن حرب غزة سيكون لها أيضا تأثير على التسوية السياسية في اليمن في التسوية السياسية؟ في أي التسوية السياسية مع العرب نحن أصبحنا اليوم ملف منخرط في القضية الفلسطينية وأصبح هناك تأثير القضية الفلسطينية في المنف وهذا كما قلت لك قديماً وحديثاً من مستقبل لكن واقع الأمر في الواقع اليمني المشهد الداخلي منعقد لدرجة كبيرة إلى الدرجة لا تستطيع أن تتنبأ أين ستأولى الأنور لأن هناك انقسام وهناك تعقيد وهناك ارتباكي إقليمي ودولي وداخلي محلي يعني الأزمة اليمني مركبة أزمة داخلية إقليمية دولية وبالتالي أنت لا تستطيع إذا حليت المسألة في أداء المحلية الداخلية أنت ربما أن تحقق جزء من النجاح لكن لن تستطيع أن تخترق الأزمة الإقليمية ومثلها تماماً إذا حصل توافق إقليمي لا يستطيع التوافق الإقليمي أن يفك التعقيد الداخلي لأن التعقيد الداخلي هو المهم والمباشر والتعقيد النقاد الدولي اليوم إيران، الصين، روسيا، الولاة المتحدة الأمريكية الغرب هذه التعقيدات كلها على كل المستويات هي تأخذ مساراتها تأخذ شكل تأثيرها في الملف بمن لكن حتى لا نكون أكثر تشاؤماً أنا بأعتقد أن البعد المحلي في الأزمة اليمنية في الحرب اليمنية هو البعد الذي ممكن من خلاله أن يقطع شوط في الأزمة بمعنى آخر أنه لو أستطاع اليمنيون أنفسهم أن يسارعوا في مسألة استعادة الثقة بأنفسهم ويدركون أن المجتمع الدولي والإقليمي ليس في صالح حل القضية اليمنية وأن الحل سيبقى يمني أنا بأعتقد أنهم سيقطعون شوطاً كبيراً لكن إذا ظل الإشكال الداخلي حتى لو توافق الإقليم حتى لو توافق المجتمع الدولي ستظل اليمن في حرب أهلية طاحنة أي هدنة ستكون بمثابة استراحة ومحارب وسيعود اليمنون لإقليم الجديد لأن أزمة وعقدة الحالة اليمنية تكمن في فكرة الحق الإلهي في الحكم الذي تعليه وتقوم عليه جماعة الحوثي إذا لم يعني العقلا في جماعة الحوثي إذن هذا المأزق هو لب الأزمة والقوار الأزمة اليمنية ويجب أن يتم معالقته بإيقاد صيغة حقيقية للحكم في اليمن هذه الصيغة تتخذ الفكر الجمهوري التعدد الديمقراطي وسيلة لحل وربما أيضاً حتى مع تعقيدات الملف المحلي اليوم البعد الطائفي والبعد العقائد أنا باعتقاد النوم سيكون الذهاب إلى حلول لمسحة علمانية هي الأقرب لتفسير أو للاقتراب من حل الأزمة اليمنية لأن تعقيدات الملف الطائفي تعقيدات خطيرة ولا يمكن الاتفاق حول هذا المأزق حول هذا الملف بدون مقاربة حقيقية تفصل فكرة المذهب عن الدولة فكرة الخرافات الدينية عن الحقائق السياسية الدولة يجب أن تكون دولة قاسة مشترك بين كل اليمنية بينما المذهب الذي يرى أن الدولة حقاً حصرياً وحكرياً على أسرة معينة كالمذهب الزيدي أنا باعتقد هذه ستظل أزمة لا يمكن الفكاك منها ما لم يتم تقاوز هذا الملف أخيراً المكتسبات كيف هل هناك مكتسبات لدول الأقليم اليمني من حرب الإسرائيلية الكوثية أو ربما تضرر السعودية الإمارات الجميع خاسرون في هذا الحرب السعودية خاسرة في الإمارات في أي اتجاه خاسرة المهام غدت أمام ميليشيا في وضع لا تحسد عليه وذهبت لتقدم المزيد من التنازلات لجمعات الحوثي الخليج كله مكشف أمام جمعات الحوثي وأمام المحور الإيراني بشكل عام ومكشف أمام إسرائيل أمام إسرائيل في هذه مسألة بديهية نعم مكشفين أمام نصفين أنا أكلمك على ميليشيا أمام إسرائيل أنت تحدث عن دولة كل مصالح العالم تصب في داخلها وفي دعمها أنا أتحدث عن ميليشيا بسيطة ووضع وتخلفة بالمنظور الفكري والتقافي اليوم ميليشية الحوثي أصبحت ند ورأس برأس مع الخليج ومع ممالك الخليج أين نحن ذاهبون هذا الانكشاف الكبير لم يكن ليحدث لولا خيانة الخليج للشرعية اليمني ولولا تواطؤهم وضربهم للشرعية اليمنية ويضعفها بهذا الشكل ندينها هو كل ارتدادات يعني بعد الطوفان وما يحصل في اليمن الآن وسوريا كل ارتدادات للثورات المضادة للربيع العربي ربما أن الربيع العربي تقدم كان الوضع مختلفا الآن بالتأكيد نحن ندفع ثمن خيانة الربيع العربي وكل من وكل من وقف في وجه الربيع العربي سيدفع ثمن غاليا قريبا عاجلا هاجلا سيدفع ثمن لأنه هذه إرادة شعوب وإرادة شعوب حتى وإن أقهضت في مرحلة ما لن تقف في المرحلة التالية والثالثة والرابعة المسار التاريخي المسار الطبيعي للتاريخ لما الإنسان يتقدم ويتقاوز كل إخفاقاته وكل مشاكله والمنطقة العربية ليس حكرا في العالم نحن سننضي بالتدرق وتطور تاريخي نحو عيقات دولة المواطن المتساوية دولة لكل أفرادها دولة المواطن العربي وليس دولة الحاكم العربي الأستاذ نبيل بكيري حديث شيخ يوجد تشعوبات كثيرة يمكن الحديث فيها ولكن اختصرنا قدر الإمكان وكثفنا قدر الإمكان للمشاهد العربي الذي يريد فهم تعقيدات الحالة اليمنية بارتدادات طوفان الأقصى وما هي العلاقة الجيوسياسية الجغرافية والسياسية لهذه الحالة إن كان يمن كيمن كبير عظيم كدولة وإن كان عن جماعة الحوثي شكرا جزيلا لنشعر